منتخب مصر حسم الجولة الأولى في زهاب الدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وده طبعا بعد فوزنا على المنتخب السنغالي بنتيجة 1-0 لكن لسه الحكاية ما خلصتش عندنا 90 دقيقة تانية في العاصمة السنغالية داكار عشان نتأهل لمونديال قطر 2022 أسئلة كتيرة بتطرح نفسها يا ترى ايه النقاط القوة والضعف اللي موجودة عند منتخبنا وازاي حيتعامل كيروش مع المباراة اللي جاية لأنها المباراة الفاصلة هل بنمتلك أوراق فنية حنقدر من خلالها أننا نتخطأ قصود الترنجة قراءة ووافية حنتعرف عليها النهاردة مع ضيفنا في صباح الخير يا مصر الأستاذ صبري سراج الناقد الرياضي صباح الخير يا سيد صباح صباح الخير يا أمان صباح الخير عليك خلينا نبدأ بشكل عام مباراة الزهاب ازاي شفتها وشفت أداءنا اللي وصلنا أننا نكسب 1-0 شفت أننا حققنا نتيجة كبيرة جدا ويعني أنا كنت متخيل بقول قبل الماتش قلت إحنا لو خرجنا 0-0 فإحنا عملنا نتيجة كويسة جدا فأننا نحقق فوز ونحافظ على الكلين شيت أننا ما يدخلش فينا أهداف ونسجل هدف ده يخلينا في مباراة العودة لنا أفضلية كبيرة بقى إنا بنلعب على أكتر من فرص فدي حاجة تحسن جدا توقعاتنا ترفع سقف توقعاتنا وتحسن من شكلنا هناك سواء على المستوى الخططي أو حتى على المستوى النفسي إن اللعيبة شوية هتبقى أهدا هي متقدمة بالفعل تقدر تحافظ على النتيجة أكبر وقت ممكن عرفنا نخطف جون هناك يبقى خلاص خلصنا الموضوع حتى لو لقدر الله استقبلنا هدف فإحنا ما خرجناش يعني فيه فرص فيه أكتر من فرصة ممكن نلعب عليها فإحنا حقق نتيجة كويسة جدا قدام منتخب كبير مش متخيل أبدا أو مش متوقع مهما حتى إحنا كنا كويسين إن إحنا نلعب منتخب بالحجم ده ونحقق نتيجة هنا أكبر من كده يعني كان فيه ناس متفقلة زيادة عن نزوم تقول إحنا ممكن نكسب اتنين تلاتة كانت الناس متوقع أهداف أكتر احنا بنلعب منتخب مصنف على العالم دلوقتي الثمانتاشر فإحنا بنتكلم في منتخب صف أول لعبته بتلعب أفضل وأقوى أندية أوروبا فإحنا بنلعب مستوى كبير جدا فيه فرق الحقيقة ما بين منتخبنا في المستوى إحنا منتخبنا لسه بيتطور معنا مدرب جديد وأغلب عناصره من المحليين في مقابل منتخب ما فيهوش ولا لعب محلي يعني حتى لما حصل اللعب المحلي الوحيد اللي نضم القايمة هو حارس المرمى الرابع للفريق لأن الاثنين اللي احتياطين مندي أصيبوا قبل المعسكر فاستبعدوا هم محترفين فاضطروا يستغعوا حارس محلي فمش في خارطتهم خالص ولا وجود أي لعب محلي بالضبط أحسن حارس مرمى في العالم أحسن جناح واحد من أحسن أجناحة العالم واحد من أفضل المساكين في العالم عندهم في كل مراكز وفرة كبيرة جدا من المحترفين بلعبوا في أمدية الصف أول في أوروبا فإحنا للحق عشان نكون أمنا إحنا فيه فرق كبير ما بيننا وما بينهم في المستوى الحقيقة حالية لكن ده يخلينا نروح أن إحنا عملنا ماتش كبير جدا وحققنا نتيجة عظيمة جدا حتى لو الناس شايفة أن شكل الأداء ما كانش أحسن حاجة بس أنك تلعب نهاية أفريقيا تسعين دقيقة ثم تلاتين دقيقة قدام السنغال ما يسجلوش فيك هدف وبعدين يجوا يلعبوا معك هنا ماتش أحسن من الليعبوه في نهاية أفريقيا وبرضو ما يعرفش يسجل فيك هدف فأنت عندك منظومة دفاعية قوية جدا 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 يمكن عندنا شوية مشاكل على الصعيد الهجومي لكن دفاعيا إحنا أقوية جدا وده اللي يهمنا هناك اللي يهمنا هناك إن إحنا نحافظ على ده نحافظ على الكلينشيت وإنت نفسيا دلوقتي كمان بقيت بلغة الكرة راكبهم هما لعبوا قدامك بكل نجومهم وكل الإفورت اللي بازلوه في الماتشين ومعرفوش يسجلوا فيك فهما عندهم تشكك دلوقتي هما في لحظة شك إحنا مش قادرين نسجل في منتخب مصر فإن شاء الله نحقق نتيجة كويسة هناك في العرض طيب دفاعيا إحنا كنا الأقوى أو من أقوى الدفاعات زي ما أنت قلت خلال فترة دي في المنتخب وفي أفرادكم وفي الكام كمان مضبوط لكن في الهجوم زي ما أنت قلت برضو عندنا مشاكل هجومية إزاي كارلوس كيروش هيتعامل مع هذا العمر بص ده له علاقة شوية بجودة الأفراد مش بقلل من حد لكن كل لعب بيبقى له إمكانيات إما أنه بيطورها أو بيوقف عند المرحلة دي إحنا عندنا مهاجم زي مصطفى ومحمد رسمي له الكرات العرضية ودي ما بتوفرهاش منظومة كيروش إحنا بنحافظ على أننا الفرقة تكون كومباكت بندفع سواء دفع متأخر لو بلوك أو حتى ميد بلوك من نص الملعب إنما الخطوط بتكون قريبة وبنطلع على مهاجم تارجت المهاجم ده مهمته إنه هو يلعب كرة مع الاتنين الأجنحة خصوصا محمد صلاح إحنا بنركز على إنه مفروض بنركز على إنه محمد صلاح هو اللي يكون أقرب للمرمى أحسن فينشار في العالم تقريبا فإحنا منطقي جدا ده يحصح لكن هل مصطفى محمد بيقدر يقوم بالدور ده على الصعيد الهجومي؟ يعني دي هي اللي فيها المشكلة بس في دور تاني محمد صلاح إنه كمان صانع للأهداف مش بس إنه هو اللي بيقوم بإصابة الهدف هو كمان صانع للأهداف ما هي الفكرة بس إنه إحنا لما بنيجي نطلع بالكرة إحنا بنحتاج المهاجم اللي هو نمرة 9 بتاعنا المهاجم الرئيسي هو اللي إحنا بنخرج عليه فهو لازم يكون عنده قدرة معينة على إنه يحتفظ بالكرة تحت رجله ويبدأ يلعب مع المدفعين لكنه يلعب على العرضيات لكنه هو مهاجم رسمة للكرات العرضية هو على الأرض شوية ضعيف هو مصطفى محمد يتميز جدا زي ما كان منور جدا في الزمالك ليه على طول طول الوقت جواهة 18 طول الوقت بياخد كرات عرضية فبيسجل كتير لما بيخرج برهة 18 لأنه هو مش بيلعب رجليه بالشكل الأمثل ما عندهو سرعات فبيفقت جزء كبير من مستوى كيروش بيستخدمه إنه في الكان مثلا كان بيستخدمه استخدام كويس جدا اللي هو بنقول نص الموضوع يعني نص اللي إحنا عايزينه إنه هو بيقدي الحالة الدفاعية بشكل كويس جدا كان بيستخدمه بإنه بيضغط على اللاعب مركز 8 في كل المنتخبات الكبيرة اللي إحنا كنا بنقابلها اللي هو بالبلدي كده اللعيب اللي بيبقى ماسك الدريكسيون بتاع الفرقة اللي بيحرك الفرقة كلها فمصطفى كان بيرتد النص الملعب ويضغط على اللاعب ده وفي الكرات السابتة بيرتد مع مجموعة الدفاع لأنه بيجيد ألعاب الهو فهو ده كان بينفزه بامتياز اللي حصل في مرش السنغال إنه هو ما عملش ده حتى بالعكس إحنا استقبلنا فاولات كتير حوالين التمنتاشر بسبب تدخلات عنيفة من مصطفى محمد ومتأخرة فحتى الجزء اللي هو كان بيعمله كويس في كاس الأمم ما قدموش كويس في مرش السنغال فده خلى شكلنا هجوميا وبعض الأوقات دفاعيا ما كانش بالشكل المطلوب يعني فده أثر علينا كتير للأسف إحنا ما عندناش في مصر حاليا مهاجم يقدر يقدم الدورين مع بعض ودي حاجة ما نلومش فيها كيروش إحنا نلوم فيها مدربين أندية نلوم فيها لعيبة مش عايزة تتطور وقفت عند مرحلة معينة وأسامي كتير أنا مش عايز بس أخوط في الأسامي لأن مش وقته مش وقته خالص هل ده معناه أنه يعني أنه ما فيش فرصة أنك يروش يغير التشكيل أو يعزز الأوراق الهجومية عندنا يعني كدرس مستفاد أو نتيجة من مباراة الزهاب والأداء اللي تشوفناها بصي هو حتى لو الإمكانيات متوفرة فده مش يحصل في ثلاثة إيام يعني المدة قليلة جدا فما حدش ينتظر أنه ممكن يحصل أي حاجة جديدة المهم أنه نحن نحافظ على الشكل ده اللي احنا نجحنا بيه وحققنا بيه النتيجة المطلوبة فأكيد إحنا في السنغال بنسبة 99% هنحافظ على الشكل اللي كنا بنلعب به إحنا ممكن نتكلم إحنا هندفع من منطقة متقدمة شوية من نص الملعب ولا هنلعب لو بلوك من أول الماتش دي اللي هي فيها كلام خصوصا مع استدعاءات المدافعين اللي هم موجودين دلوقتي إحنا فقدنا المدافعين الأساسيين صحيح واللي موجود دلوقتي علي جبر علي جبر يجيد تماما وإحنا بنلعب لو بلوك زي ما كنا بنلعب أيام هكتور كوبر لو تتذكر أفضل فترة لعلي جبر وأفضل ماتشاط حياته وهي اللي كانت مع هكتور كوبر ليه كنا بنلعب دفاع متأخر هو بيجيد التمركس جواد 18 وبيبقى كويس جدا طول ما هو شايف الكرة يعني الكرة ما تلعبش في ظهره ما بيلفش ما بيعملش ترنات ما بيعملش سبرينتات هو واقف بيستقبل المهاجم أو بيستقبل كرات عرضية فإحنا النوعية المدافعين اللي عندنا دلوقتي سواء ياسر أو علي جبر اللي هما مرشحين بقوة أنه هما يلعبوا المباراة هما ناس بتوع دفاع صريح تمام مش بتوع سرعات مش هنقدر أنه إحنا نزق الملعب لقدام ونغامر بأنه هما يدخلوا في سبقات سرعة مع مهاجمين السنة طب ما ده هيأخر بناء الهجم ده هيأخر بناء الهجم لأنه أصلاً الاتنين مش مميزين في الخروج بالكرة يعني إحنا ده بقى ده موضوع تاني إن إحنا هنخرج بالكرة زي أنا أكلمك في ده لأننا يعني لو فكرنا نلعب حتى على المرتدات فالهجمة هتبقى بطيئة هتلجأ للكرات الطويلة يعني إحنا في الشروط الأولاني مثلاً في مطش السنغال كان شكلنا كويس نسبياً لأن أخذنا فترة بنعرف نخرج بالكرة كان عندنا محمد عبد المنعم والوينش فمحمد عبد المنعم بيقدر يطلع بالكرة وكان بيسقط حمدي فتحي من نص الملعب في لحظة بنا الهجمة يبقى بين الاتنين فبقى حمدي مع عبد المنعم مع عبد المنعم مع الوينش التلاتة بيطلعوا على اتنين في نص الملعب اللي هم السلية والنيني ففي مسلسات ففي أماكن كتير أو زوايا كتير للتمرير واضحة بنقدر نخرج فيها مع خروج عبد المنعم للإصابة ونزول ياسر فبقى الاتنين اللي وراء ما بيعرفوش يطلعوا بالكرة حمدي كمان التزم أكتر بنص الملعب ففقدنا ان احنا نقدر نخرج بالكرة خالص فكان الشكل في الشرط التاني ان احنا مش قادرين ننقل 3-4 نقلات ده تغير نسبيا لما نزل مرموش وبدأنا نزق الملعب شوية ونمسك كرة بس ده احنا ما نقدرش نعمله قدام السنغال طول الوقت عشان بس يعني فيه ناس شافت ان احنا لعبنا شوية حلو قدام السنغال لما نسكنا كرة وآخر عشر دقائق أو ربع ساعة لما نزل مرموش احنا كان شكلنا حلو بس احنا قدام السنغال ما نقدرش نلعب 90 دقيقة كده خالص احنا حنبقى ملتزمين دفاعيا حنحاول في بعض الوقت ان احنا نمسك كرة ونحافظ عليها لكن مش نقدر نعمل كده قدام السنغال 90 دقيقة طب أستاذ صبري بقى يعني نقطة بعيدا عن الفنيات دايما بتشاف انه النادي لما بيلعب على ارضه قدام جمهوره دي بتبقى نقطة قوة قدامه دلوقتي لما نروح السنغال ده حيفرق في نفسية المنتخب في نوعية الأداء وجودنا على ارض سنغال قدام المنتخب وجمهوره بصي بالتأكيد الارض والجمهور عامل مهم يساند اي منتخب بيلعب على ملعبه الميزة اللي احنا ممكن نشوفها في الموضوع ده ان الملعب جديد واحنا والسنغال هنلعب على الملعب ده لأول مرة كل فرقة هتمرن تمرينها واحدة وبعدين يلعبوا المباراة فهما مش معتدين على الملعب كمان فارية سنغالي هيتدرب مرة واحدة اه هو الملعب جديد ده افتتاح الملعب فهما ملعبوش على الارض دي قبل كده واحنا كمان لكن طبعا هما وقسط جمهورهم لكن هما جمهورهم مش جمهور عنيف يعني نصلوا طاف وهديين فآه هيبقوا متحمسين جدا هما كده كده هينزلوا هما عندهم رغبة كبيرة جدا وهينزلوا يدوسوا بنزين من أول ماتش لان هم عايزين يعوضوا هما مغلوبين فلازم يكسبوا اتنين صفر عشان يصعدوا واي جون احنا هنجيبوا ان شاء الله نقدر نسجل هناك ده معنى بالنسبة لهم الكارسة يعني احنا لو سجلنا هدف يبقوا هما مضطرين سجلوا ثلاثة عشان يكسبوا فاحنا هم الماتش صعب عليهم جدا اصعب مننا بكتير احنا رايحين واحنا عندنا تفوق نفسي لان هما قعدوا اللعبوا نهاية افريقيا تسعين ديئة في تلاتين ديئة اضافي وبعدين جميعوا لعبونا هنا في القاهرة ماتش اقوى من اللي لعبنا معاهم في نهاية افريقيا وما عارفوش يسجلوا فينا اهداف فهم في لحظة شك احنا ما تكمل نجوم دول ومدى تأثيرهم ومدى جودتهم عن اللي هو مقدة صغيرة كده اه ما قدروش خلال 210 دقيقة ان هم يسجلوا هدف في منطقب مصر فهم في لحظة شك عندهم احنا مفروض نستغل دي ان شاء الله نقدر نحقق نتيجة كويسة اهم حاجة ما نستقبلش اهداف زي ما كنا بنقول هنا احنا لو طلعنا صفر صفر يبقى كويس فانا بقول هناك يا رب ما نستقبلش هدف واذا قدرنا نسجل يبقى الموضوع انتهى تقريبا ان شاء الله كارلوس كيروش ازاي يتعامل مع ساديو ماني في المباراة اللي فاتت وهل اختلف الطريق التعامل معاه دلوقتي معا البطولة الافريقية بص احنا في بطولة افريقيا انا كنت قبل الماتش كنت بقول ان احنا محتاجين يوم راحة احنا كنا لعبنا لو تتذكر لعبنا كل الماتشات لعبنا اكسرا تايم فاحنا وصلين النهائي فعليا لعبين ماتش زيادة عن السنغال يعني 30 في 30 في 30 احنا لعبين 3 اكسرا تايم قبل السنغال فدول 90 دقيقة فانت نسبيا لعب ماتش اكتر كمان هم كانوا مريحين يوم زيادة قبل نهاية فهم كانوا بدنيا مستعدين جدا و احنا كنا مرهقين جدا و ده بن في الملعب من اول دقيقة احنا مكناش قادرين انما على المستوى الجماعي كيروش عمل لنا منظومة كويسة جدا احنا لعبتنا ازكية بالمناسبة يعني رغم الفروق ممكن نتكلم في فروق مهارية ممكن نتكلم في فروق بدنية كبيرة وواضحة لكن على المستوى الزكاء الخططي احنا لعبتنا كويسة عندها زكاء وعندها التزام الراجل كل اللي عملوه كيروش عمل حاجة عظيمة جدا ايه هي انه هو قرب ديق المساحات ما بين اللعيبة وبعضها عشان يدوب او يقرب الفروق ما بيننا وما بينهم لان احنا لو دخلنا معاهم في سباقات بدنية او سرعات النتيجة مش في صالحنا خالص هم منتخب كواليتي عالي جدا هقول لك مثال بسيط هم عملوا حوالي 24 مراوغة في المطش اللي فات قدامنا 23 منهم صح عدوا بتلاتة عشرين كورة من 24 اصحوا 24 مر 23 منهم قدروا يعدوا بالكورة فاحنا بنتكلم في كواليتي رهيب ايوة ده تحرير حقيقة ده يدلنا ان احنا عملنا نتيجة عظيمة احنا حققنا نتيجة عظيمة وده بشهادة الصحافة العالمية لكن الناس عندها اعتراضات على المباراة رغم فوزنا وده بيخلينا نتساءل حضرتك اتكلمت على 23 مراوغة الصحيحة من المنتخب السنغال لكن النهاية منتخب مصر هو اللي فاز هل في المباراة الفاصلة دي المقياس بيكون الفوز ولا على الأداء كرة القدم لا تعترف إلا بالفوز احنا حققنا الفوز وفي مباراة النوك آوت دي أهم حاجة فيها هي النتيجة هتحقق النتيجة ازاي؟ بأداء كويس بأداء وحش بغتاتة برخامة المهم ان انت بتحقق النتيجة المطلوبة احنا مش بنلعب الكرة عشان يعني مش دايما بنلعب الكرة عشان المتعة يعني فيه فيه كالجملة شعيرة يقولك لو عايز المتعة روح السرك احنا مطلوب ان احنا نحقق نتيجة احنا حققنا نتيجة كويسة جدا حتى لو مش بقلطف طريقة ممكنة بندفع وبنبالغ أحيانا في الدفاع وما بنلعبش كرة شكلها حلو لكن المطلوب دلوقتي الحقيقة مش ان احنا نلعب كرة شكلها حلو يا فرحتي من 2006 إلى 2010 عملنا أحلى كرة في العالم لكن ما قدرناش نوصل كاسعال نرجع نلعب الكرة دي وما نوصلش لا اكيد عايزين نتاهل طبعا فاحنا دلوقتي معانا مدرب كبير جدا اتمنى ان حتى لو لا قدر الله لو لا قدر الله وان شاء الله ده ما يحصلش ان احنا موصلناش كاسعالم الراجل ده لازم يفضل مستمر ويكمل مشروعه يبصوا على تجربته مع ايران عاملة ازاي الراجل ده صعد اربعة كاسعالم مجلتش منه يعني خلينا نقول للبلد مجلتش اربعة كاسعالم من 2002 لحد يومنا هذا هو كل كاسعالم بيصعد طب وكل مرة كان بيقعوا مع المنتخب قبلها بقى دي بص ايران مثلا هو قاعد في ايران اتنين كاسعالم قاعد سبع سنين مع ايران تماما فعمل تجربة عظيمة شوفنا كاسعالم الاخير ايران كان مستواها عامل ازاي والكرة الحلوة اللي كانت بتقدمها فهو لما خد لما بياخد وقته بيعمل شغل كويس جدا احنا بسألت سؤال ده عشان كده هو محتاج ياخد وقته احنا بنتكلم على مدرب يعتبر على المستوى الاقليمي سواء العربي او الشرق اوساطي يعني هو مدرب تلاس ايه هو تاريخ كبير هو حتى لما اتكلم عن نفسه في المؤتمر قال انا من انجح مدربين العالم ودي حقيقة هو لما مدرب يمسك منتخبات متوسطة او اقل من المتوسطة وينجح في الوصول بها بكاسعالم مرة بيتعد مدرب كبير الراجل ده وصل اربع مرات كاسعالم فاحنا بنتكلم في المدرب كواليتي مختلف جدا مجاش مصر منه قبل كده يعني فلازم ان احنا نحافظ على التجربة دي ايران قدرت تحافظ عليه سبع سنين لو اقولك ان الايرانيين كانوا بيتفرجوا على المتش بتاعنا مع السنغال وبيشجعوا مصر بحرقة وبقلب قدقي عشان خاطر الراجل ده هم بيقدروا جدا وبيجلوا من اللي عملوا معهم والنقلة اللي عملها المنتخب ايران فاحنا عندنا مدرب لازم نحافظ عليه بصرف النظر عن نتيجة ان شاء الله نصعد بس اقصد انه لو لا قدر الله وفي الاخر ما تشكوره ممكن اي حاجة تحصل يعني انما الراجل ده يقدر يوصل بمنتخب مصر المراحل كويسة في مستقبل فكرة انه ما يحصلش هجوم على كيروش لو لا قدر الله كانت النتيجة يعني على غير ما انا تمام بالضبط وهو جف في وقت دايق جدا وبيتحمل اخطاء غيره يعني الناس كانت بتكلم انا عايز بس تكلم في نقطة مهمة الحقيقة الناس كانت بتتكلم ان ودي حاجة انا متدايق منها جدا ان تطلع من مصريين يقول لك السنغال احقب انها توصل هي ايه شكل الكرة اللي احنا بنقدمها دي السنغال بتلعب كرة احلى من لها كتير وتستحق انها توصل للكاس العالم طب مبدئيا انت يعني مفروض انك مصري فانت تفرح ان احنا بنكسب حتى لو كان ادأك وحش الحاجة التانية ان هما منتخب صف اول وتصنيفهم صف اول وانت بتلعبهم عشان هما صف اول حتى تصنيف تاني انت تصنيف تاني وهما تصنيف اول فالطبيعي ان هما يكون اقوى طب مين السبب ان احنا نكون تصنيف تاني حسام البدري كابتل حسام البدري ما قدمش ما عملش نتائج كويسة ما طلبش مطشاط ودية وده في الرانك بيفرق يعني انت ما بتنظم مطشاط ودية فالاجندة الدولية تحقق تاخد عليها نقاط النقاط دي بتساعد ان تصنيفك يعلى فاحنا لو كنا عملنا مطشاط ودية واحنا ما عملناش خالص مع حسام البدري كنا الترتيب بتاعنا اختلف كنا ممكن نبقى من الخامسة لفوق فمن لعب المنتخبات الاقل فاحنا بنكلم ان كيروش ومصر للوقتي بتدفع تمن اختيارات خطيئة او سياسة خطيئة كانت بتنفذ في الماضي فاتمنى ان شاء الله ان احنا نتجاوز المرحلة دي وان كيروش يساعد منتخب مصر والرجالة يكونوا وقفين على رجلهم ان شاء الله ونحقق نتيجة كبيرة ان شاء الله وحنا برضو يعني لازم كل الناس تقدر حاجة زي دي انه الراجل فعلا معانا بقاله قد ايه وبيتحمل زي من الأستوى الصبر اخطاء سابقة لكنه بيكمل وبينافس وشوفناه في البطولة الافريقية عملنا ايه وشوفناه دلوقتي احنا منافس قوي وعنيد ورجل بيتعامل مع امكانيات اللعيبة اللي موجودة معاه زي ما صابري قال النقطة مهمة جدا هم متفوقين بدنيا لكن احنا عندنا زكاء زكاء في التعامل مع الكل احنا مشكورك شكرا جزيلا انشرفتنا ونورتنا صابري سراج الناقد ارياضي الف شكر لك شكرا لحظت شكرا لحظت